أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية دعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين البنك المركزي عادت النظر بقرار وقف توزيع أرباح أسهم البنوك على المساهمين عن عام 2019 وتأجيلها مع البيانات الختامية للعام الحالي 2020 وراء رئيس الجمعية حمد الطبع في بيان صحفي عدم وجود مبررا لمنع المساهمين من الحصول على أرباحهم النقدية وخاصة الأجانب منهم في ظل الاستقرار النقدي الذي يتمتع به الاقتصاد الوطني واحتفاظ الأردن بمستوى مريح من العملات الأجنبية وأكد أن قرار وقف توزيع الأرباح يؤثر على السيولة بالسوق المحلية التي ستنعكس آثارها على حركة نشاط ونمو الاقتصاد الوطني مشددا على ضرورة أن تكون القرارات الاقتصادية بالتشاور مع مؤسسات القطاع الخاص وأضاف أن حق المساهمين يقتضي حصولهم على أرباحهم التي ينتظرونها خاصة في ظل الظروف الحالية الصعبة التي تمر على الجميع جراء الجائحة وما نتج عنها من شح في السيولة كشفت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالزواتي أن أزمة كورونا حالت دون استكمال حفر البئر خمسين في حقل الريشة الذي تعمل على تطويره شركة البترول الوطنية وأتت روح القدرة الانتاجية للغاز الطبيعي من حقل الريشة الغازي ما بين تسعة عشر وعشرين مليون قدم مكعب يوميا بحسب تصريحات الوزيرة رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية ليث القاسم قال في إفصاح عن نتائج أعمال الشركة إن تأثير الجائحة على مشاريعها كان ضعيفا حيث توقفت أعمال الحفر لمدة شهر في بداية الأزمة لعدم توفر الطواقم للشركات الأجنبية المتعاقد معها فيما استمرت عملية إنتاج الغاز الطبيعي في حقل الريشة بمعدلات تزيد بنسبة عن ستين إلى سبعين في المائة وأظهرت البيانات المالية للشركة أنها حققت أرباحا صافية خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة مليون وثلاثمائة ألف دينار تقريبا بارتفاع عن ذات الفترة من العام الماضي حيث حققت تسعمائة واثنين وخمسين ألف دينار يؤكد التجار أن الحركة الشرائية في الأسواق ضعيفة قبل أيام من موعد بدء العام الدراسي رسميا حيث أرجعها التجار إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين الذين يرون أن الوضع الوبائي مازال يثير القلق حول بدء العام الدراسي بالنسبة لأسعار أسعار منيها بالسعوب بس ما فيه إقبال شديد كثير لأن الوضع صعب شوي هيك كالوضع المادة صعب بالبلد وإن شاء الله الجاي أحسن والله بالنسبة لي مش كل شيء يعني شرائط يعني شرائط يعني مريول اللي ما عنده مريول شرائط له مريول واللي ما عنده شنطة جبت له شنطة بس يعني لغاية الآن واحد يعني مش مقتنع 100% أنه فيه مدارس يعني وضع العالم يعني الله يعينهم يعني وضعهم المادة ما فيه يعني يعني الناس يدوب ما فيه والله مشتريات يعني ننزع السوق لا الناس بس هيك ناجل بس هيك من الزاق يعني أما إنهم مشتريات ما فيه والله لسه ما اشترتي لهم طبعا أنا لأن الوضع الوبائي يعني مش مستقر في البلد فمتخوفين احنا كأهالي متخوفين لأرسالهم للمتارس اشتريت مستلزمات المدرسة كاملة لكن الأسعار غالي جدا بمقارنة مع العام الماضي أنا بقدر أشتري غيري ما بقدر يشتري طبعا بقول لي قديش الشنتة بقول لك 10 دنانير العام الماضي الثانية 18 دينار العام كانت 10 دنانير بشكل عام الأقبال ضعيف ضعيف جدا يعني أقل من المتوسط بشكل عام يعني وبشكل عام الزبائن عم تدور على الشناتر الخيصة مش الأغلب الناس وضعها الاقتصادي شوي تعبان العالم أوضاحها شوي تعبانة اللي عنده أربع خمس أولاد بدي يشتري إذا بعشر دنانير خمسين دينار بلقيهم اكتار بدور عشان تب 6-7 دنانير يعني هيك وبشكل عام الإقبال ضعيف يعني حتى هيك وإقبال ضعيف مش كثير زي أول زي السنوات الماضية يعني خفيفة كتجهيز مدارس تجهيز مكاتب نفس الشي كله نفس الشي يعني بتاع شايف الدنيا كيف كورونا وخايفين الناس نفس الشي حركة شرائية بداية ضعيفة جدا يعني لأنه اليوم بدت التسجيلات بالمدارس مقارنة مع السنوات السابقة ضعيفة جدا فالقرار هو الحكومة يعني الحكومة هي اللي يعني أخرتنا قراراتها حركة المدارس ضعيفة جدا أول إشي اللي بدي يشتري بقول لك أبصر هو في مدارس ولا ما في مدارس مش مقتنعين إنه في مدارس مش شغل الثاني إنه الناس طفرانة كأحيانة ما في يعني الناس الله يعينها اللي عنده ثلاثة أربعة لواد يشتري بدلا في مدارس بده أربعين خمسين اللي أرى بيشتري لهم التقسيد كل شهر بيشتري لأولد صراح هذا العام كتير ضعيف يعني من لما تقريبا عندك تحكي 80% قلت نسبة الشراء يعني لما تقارنها بالموسم الماضي أو اللي قبلية وهذا بنعزها يعني لأسباب كتير يعني منها تصريحات حتى الحكومة المتضاربة إن شاء الله نحن نتأمل دلترات أيام للمدارس إنه يتحسن الأمور والوضع الشرائي يتحسن بالنسبة للطلاب وحتى إن تصير عندهم فكرة إنه فيه دوام يعني داومه إنه راح يدامه ففيزي مدرسي بس حاليا ضعيف الأمور يعني أظهرت بيانات دائرة الأراضي والمساحة في إربد إلى تراجع النشاط العقاري في المحافظة خلال النصف الأول من العام الحالي مدير تسجيل أراضي إربد دكتور محمد العزام قال في تصريحات صحفية إنه تم خلال النصف الأول من العام الحالي تعامل مع 34 ألفا و 614 معاملات عقار بحجم إيرادات وصل إلى 9 ملايين دينار تقريبا مسجلة تراجعا بنسبة 65% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي وأرجع العزام هذا الانخفاض إلى فترة تعطل الدائرة والأنشطة الاقتصادية خلال جائحة كورونا ما بين شهري آذار وأيار فيما طالب رئيس فرع جمعية المستثمرين بقطاع الإسكان في إربد المهندز زيد التاميمي إلى إيجاد آليات لدعم القطاع من خلال تخفيض الفوائد البنكية على القروض العقارية للمواطنين تأثرت الأسواق في آخر جلسة تداول للأسبوع الحالي بإعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي عن استراتيجية تستهدف سعر فائدة منخفضا لفترة طويلة هذا وانتعش الذهب ليرتفع أكثر من 1.5% يوم الجمعة ليصل إلى 1961 دولارا للأنصة بعد يوم من تراجع حاد عقب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لتصل مكاسب الأسبوع الحالي لا أكثر من 1% أما العملة الأمريكية الدولار فقد استأنفت انخفاضها مقابل سلة عملات رئيسية عقب تصريحات جيرومباول بعد تغيير في سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ينبئ بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة ينضم الاقتصاد الكندي إلى قائمة الدول التي حققت انكماشا اقتصاديا جراء أزمة كورونا وأعلنت الوكالة الحكومية للإحصاءات في كندا أن الاقتصاد سجل انكماشا نسبته 38.17% في الربع الثاني من العام الجاري بسبب إجراءات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا وبحسب محللين فإن الانخفاض في إجمالي الناتج الداخلي كان بحجم غير مسبوك وهو أسوأ أداء منذ الكساد العظيم كما أظهرت المؤشرات انخفاض انفاق المستهلكين بنسبة 13.10% أو 10% في الربع الثاني بسبب خسارة الوظائف والفرص المحدودة للإنفاق جراء الإغلاق والاستثمارات بـ 6 أو بنسبة 16.2% مع طباط إقطاع البناء وإغلاق المصانع وانخفاض أسعار النفط وفقت منظمة التجارة العالمية يوم الجمعة على تشكيل لجنة للمساعدة في تسوية نزاع بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن رسوم فرضها التكتل على منتجات محددة من الصلب وفرض الاتحاد الأوروبي تدابير وقائية على بعض واردات الصلب من تركيا في كانون الثاني من العام الماضي فيما اعتبرت أنقر الإجراءات انتهاكا لقواعد التجارة الدولية وجاء القرار من منظمة التجارة العالمية بناء على طلب من تركيا بعد فشل المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق خلال مشاورات لحل النزاع